انتهت السلطات الأمريكية من الاستعدادات الهائية لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب وديمقراطية كاملة هارس هذا وقد اصدرت السلطات الأمريكية تعليمات مشددة بإغلاق المتاجر والمحال قدشة اندلاع أعمال عنف أثناء الانتخابات كما أغلقت السلطات مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق هكذا بدت العاصمة واشنطن قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتاجر أغلقت أبوابها بألواح خشبية تخوفا من أعمال عنف قد تصاحب عملية الاقتراع أو بعد إعلان الرئيس الجديد للولايات المتحدة وتحسبا لأعمال الشغب فضل أصحاب هذه الأعمال الإغلاق التام لحماية أموالهم من السرقة ولعدم إحداث تلفيات قد تكلفهم الكثير وقد أقدم هؤلاء على ذلك بعدما أصدر كل من وكالة الاستفارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي تعليمات مشددة من أن أعمال عنف وشغب قد تطالوا الناخبين والأسواق وأماكن الاقتراع وقد وثقت عدستنا هذه اللقطات الحصرية التي تعكس خوف السلطات الأمريكية من وقوع ما لا يحمد عقباه وآثرت إغلاق مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا حيث مقر البيت الأبيض الأمر الذي جعل المواطنين في حالة ترقب وحذر نعم نحن نشعر بالقلق ولكننا نأمل أن يقبل الخاسر النتيجة لأن ما دون ذلك فالكل سيخسر ولمسنا من خلال تواجدنا في الشارع الأمريكي أن المواطن مهتم بالقضايا الداخلية بشكل كبير وفي مقدمتها الاقتصاد والصحة والهجرة غير الشرعية كما أنه يريد من ينعش أسواق المال وإعادتها إلى مستوى أفضل في ظل معاناة الكثيرين في توفير متطلبات الحياة ما يهمنا الاقتصاد وهي قضية بالغة الأهمية ومثلها قضية الهجرة الأمور ليست سهلة في بلدنا حسب الخبراء الأمنيين هنا فإن العنف السياسي المتمثل في محاولة اغتيال أحد المرشحين أشعل انتخابات 2024 محذرين من أن المخاطر المحتملة ترتفع بعد يوم الانتخاب في الوقت الذي يترقب فيه الأمريكيون الساكن الجديد للبيت الأبيض اتخذت الأجهزة الأمريكية تدابير أمنية قصوى تحسبا لوقوع أعمال شغب أو أعمال عنف مصاحبة لعملية الاقتراع وإعلان النتيجة الفائز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن إيماني توني التلفزيون المصري